اشتركوا في القناة والعياذ بالله فصرها بعض الولماء بالجلوس على الكرسي فصرها بعض الولماء بذلك صل على صلى الله عليه وسلم والآن اسمعوا لتفاسير الشيعة في تفسير هذه الآية الكريمة ومن بعد ذلك كيف أن الإمام علي رد على كل من يؤمن بعقائد التجسيم المنحريفة هذه لا تناله الأوهام فتقدره ولا تتوهمه الفطن فتصوره ولا تدركه الحواس فتحسه ولا تلمسه الأيدي فتمسه لا يتغير بحال ولا يتبدل بالأحوال لا تبليه الليالي والأيام ولا يغيره الضياء والضلاء ولا يوصف بشيء من الأجزاء ولا بالجوارح والأعضاء ولا بعرض من الأعراء ولا بالغيرية والأبعاء ولا يقال له حد ولا نهاية ولا انقطاع ولا غاية ولا أن الأشياء تحويه فتقله أو تهويه أو أن شيئا يحمله فيميله أو يعدله إن شربت الماء لا تذكر سوى صغط الرسول قتلوه ضاميا والماء مأر للبتول مات عجانا ولم يسقوا من ماء الفرات قطرة حتى قضى بين الأعادي في الفلات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر